السلام عليكم أعزائي الله بالصف الرابع لابتدائي وأولياء الأمور النهاردة إن شاء الله هنحل نمازج الوزارة والنمازج الاسترشادية مش يخرج عنهم لامتحان ويتلاقي الملف في وصف الفيديو تقدر تحمله أول سؤال عندنا هو سؤال الـ The Nile is the longest knot in the world النيل بيعتبر أطول A في العالم C بحر River نهر Lake بحيرة بقول حمام سباحة الإجابة طبعا هتكون River نهر النيل بيعتبر أطول نهر في العالم The Nile Crocodile is one of the largest knot مساح النيل بيكون واحد من أطخم A Reptiles زواحف Beardists Thur Animals حيوانات Mimiles سديات الإجابة تكون Reptiles واحد من أطخم الزواحف I can't eat that ice cream It's not cold أنا لا أستطيع أكل هذا الأس كريم إنه بيكون A بارد To To Not too اللي جابها كون To ومعناها جدا وبيجي بعدها الصفة Grand past village نقط Very quiet in the past قريت جدي نقط هادئة جدا في الماضي فعندنا هنا In the past In the past معناها في الماضي يعني علامة من علامات زمن الماضي فنختار هنا Was بدويا الناس البدو بعيشهم في A بيكون حار جدا هناك Forrest تغابة River نهر Desert سحراء Sea بحر هتكون الإجابة Desert سحراء A ما بتكونش بيئة جيدة نحن نعيش فيها فالإجابة تكون عندنا Desert ما بتكونش بيئة جيدة نحن نعيش فيها He was eight years old When he not this box هو كان عنده ثمن سنين لما A هذا الصندوق الجملة جدا زمنها ماضي يبقى احنا نختار الفعل في الماضي يبقى نختار Parade دفن هذا الصندوق When did you not up yesterday هنا عندي Dead يبقى هنجيب بعدها الفعل في المصدر فنختار هنا Get متى أنت استيقظت إمبارح السؤال اللي بعد كده Read and complete the text with the words in the box هتكرأ واتكمل النقط الفضية بالكلمات دي تعال ترجمهم الأول crops محصيل air هواء climate مناخ soil تربة humans can live almost anywhere البشر ممكن يعيشوا في أي مكان but we often look for three things ولكن هم غالبا بيبحثوا عن ثلاث أشياء people like a temperate نقط الناس بتحب بإيه معتدل أكيد temperate climate مناخ معتدل we need water to drink and to help our not grow إحنا بنحتاج المية عشان نشرب وعشان تساعد إيه إنها تنمو الإجابة هي تكون عشان تساعد المحاصيل إنها تنمو crops we need fertile not so the crops have lots of nutrients اسمها fertile إيه؟ fertile soil إحنا بنحتاج تربة خزبة لذلك عشان المحاصيل يكون فيها كثير من العناصر الغذائية بعد كده عند سؤال التوصيل read and match A with B temperate climate المناخ المعتدل is not hot and not cold ما بيكونش حر أوي ولا ساعة أوي did you play football؟ هل أنت لعبت كرة القدم؟ yes I did نعم لعبت he was pleased هو كان سعيد and very excited وكان متحمس I was very nervous أنا كنت عصبي أو متوتر جدا on my first day of school في أول يوم في المدرسة بعد كده عندنا سؤال القطعة read and answer the questions my name is Ashraf اسمي أشرف I remember my first day of school أنا متذكرة اليوم الدراسي الأول في المدرسة I was six years old أنا كان عندي ست سنين I was very nervous أنا كنت متوتر جدا أو عصبي جدا I liked staying at home with my family أنا كنت بحب أن أعد في البيت مع العائلة بتاعتي I bought on a blue t-shirt gray pants and black shoes أنا ارتديد أنا ارتديد أميس علمات 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 أميس علم وبانطلون الرونو ايضا انا ارتديت قميس لونه أزرق وبانطلون رمادي وحزاء اسود انا حملت شنطة الظهر بتاعي انا تمشيت إلى المدرسة مع أمي على بواب المدرسة كنت عايز عايات في الفصل ااي سيت نійсь باقي عدت جنب ولد اسمه احمد المدرس كان طيب جدا احنا تعلمنا رياضة وعدنا للعب بعض الألعاب كان وقت مرح سؤال الأول أشرف كان عنده كم سنة لما راح لمدرسة كان عنده ست سنين أول يوم في المدرسة كان أشرف كان حالته عملة ازاي أشرف كان عصبي أو متوتر كيف زهب أشرف المدرسة أنه تمشى إلى المدرسة مع أمه هو تمشى إلى المدرسة مع والدته هل أشرف حب المدرسة؟ نعم هو حبها بعد كده عند سؤال الترتيب والسؤال الري او در تكون الإجابة نحن جيدين جدا في التكيف I the school to cry at wanted gate هتكون الإجابة At the school gate I wanted to cry على بابت المدرسة أنا كنت عايزة عيط We catch can ate the train at الإجابة هتكون We can catch the train at 8 إحنا قدرنا نلحق بالكتار الساعة 8 Like day did first year الإجابة هتكون Did you like your first day؟ هل أنت حبيت اليوم الأول؟ سؤال punctuation Where did the country mouse live؟ أول حرف فوير هيتحط capital وهنكمل بيت السؤال وفي الآخر هنحط question mark بعد كده عند سؤال براغراف Write a paragraph of 18 words ستكتب لي براغراف 18 كلمة هيكون الموضوع عندنا عن إيه؟ My town then and now مدينتي زمان ودلوقتي مديني كلمات تساعدني Gas cars Modern shopping mall I live in a town أنا عايش في مدينة صغيرة My grand ma told me that all the cars were gas cars جدتي أخبرتني أن كل عربيات كانت عربيات مشية بالبنزين They were very noisy كان بتعمل تصد دوضاء جدا Now we have cars that use electricity ولكن الآن العربية بتستخدم الكهرباء Our town had a shopping area مدينة بتاعنا زمان كان لديها منطقة التسوق Today we have a big modern shopping mall اليوم لدينا مول حديث كبير للتسوق